إذن مشاهدين فيما يتعلق بهذه المحاكمة محاكمة العصر كما توصف طبعا اطلاق نار جماعي تفجيرات انتحارية واحتجاز رهاء والنتيجة 130 ضحية كان هذا مساء الثالث عشر من نوفمبر عام 2015 في العاصمة الفرنسية باريس سلسلة هجمات ستوثق لاحقا تحت مسمى هجمات باريس هي الهجمات الاكثر دموية في تاريخ فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية ومنذ تفجيرات قطارات مدريد عام 2004 على صعيد الاتحاد الاوروبي لم تمضي ساعات قليلة على تلك المجازر المتنقلة حتى اعلن داعش مسؤوليته عنها يومها قال الرئيس السابق فرنسوا اولاند ان داعش خطط للهجمات في سوريا ونظم في بلجيكا ونفذ في باريس اما داعش فاعلن ان تلك العمليات تأتي انتقاما من فرنسا بسبب مشاركتها في الحرب السورية على حد قوله وفي اليوم التالي للهجمات انتقمت فرنسا بالفعل وضربت اهدافا للتنظيم في الرقة قبل ان تقتل في الساعات التالية المشتبه به البلجيكي عبد الحميد ابا عود وذلك اثناء مدهمات شنتها الشرطة الفرنسية في ضحية سان دونيا ترجمة نانسي قنقر